شو هندسة أميه أحنا مبهورين جداً بفكرة أن انت مختارة أصلاً ميجر محدش مش أي ستة أو أساساً ما فيش متهيالي ستات كتير مختارة المجال ده انت وانت تدرسي في البداية أصلاً خالص سؤال كده كوني كده وانت تدرسي في البداية خالص كنت انت البنت الوحيدة اللي موجودة في القسم بتاعك ولا كان فيه بنت تانية أو بنات كنت البنت الوحيدة في ضفة ميكاليك البنت الوحيدة ده أصلاً في حد ذاته إنجاز في أول محاضرة دكتور يكتفت يعني افتكر أن أنا دخلت المحاضرة غلط فسألني هو أنت متأكدة أنك في المدرج الصح يا بنتي قلت له معاك يا دكتور والله لمدة الأربع سنين لا ومش أي بنت يا نور يا بنت ماشهو الله إزاي الأمر وستعالش والشعر الجليل وضيع شكرا فطبعا الولاد كانوا غيرانين قوي لو أنت إيه اللي جايبك هنا إيه اللي جايبك معا أنا بتزحمينها ليه في حتتنا صح؟ أنا سمعت الجملة دي كتير يعني من ساعة ما دخلت بقسم ميكانيكا في كلية هندسة لحد ما ابتدت أنزل يعني ومرورا بقى بأن أنا نزلت أتمرن أخد التدريب السيفي لأنه كان تدريب إكباري وابتدت أدور على شغل فأنا مش هنخلص منكم بقى أنت عايزين تعملوا كل حاجة؟ بزبط هو أنت وحيت تحشروا من أخيركم في كل حاجة أنا دي سمعتها كتيرا طب خليني أعرف بقى حبيتي إزاي ميكانيكا السيارات؟ قصة بدأت من وانا عندي عشر سنين يعني كل البنات اللي كانوا في سني بيلعبوا بالبربي عرايس فورش حاجات الميكاوب التسريح الكلام ده أنا قصة بالنسبالي كت مختلفة تماما كنت بطلب من بابا وماما يجيبوا لي الميكانوس والليجوس عشان أنا بحب الفك والتركيب وكنت بفك الدينامو من البسكليتات بتاعت زمان واجيب سلك واقطع ووصل يعني ده كانت اهتماماتي في السن ده من وانا عندي عشر سنين وكنت دايما بابا بابا ماما ماما خدوني معاكم تروحين ميكانيكي يعني يعه اه 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 وروح زن بقى عمو ده ليه ده بيعمل ايه ايه الليكود اللي نازل ده ده بشغلته ايه ده بيعمل ايه كنت بزههوا يا حبيبي حرام وهم كانوا بيتقبلوا الفكرة ان انت تسأل كتير وانك حتى راسك في الكبوت كده وكطفلة كمان يعني وبعيدي واخد بالك الكبوت ينزل على راسك والكلام ده اه ملا بمبدأ الاطفال احبابه الله فيعني ايه اه خلاص فخلاص بقى اه بالزبط يعني فدي هيك كده البداية يعني بس وانا عندي 14 سنة اخدت القرار ان انا عايزة اذكر الموضوع ده وادرس واكمل الباشن بالدراسة اهلك ما اعتردوش اه لا هم مش بس ما اعتردوش هو يعني ماما الله يرحمها اه كانت دايما عندها فكرة انه التعليم بالذات برحتك اختاري اللي انت ازاي التعليم او الجواز قرارين دول ما ينفعش حد ياخده معنك وما ينفعش حد يختار لك حيك بابا كان عنده جزء مختلف شوية كان عايزي نفسه يبقى لا يرحمه كان نفسه يبقى ابو الدكتورة البالتولابي دكتورة ومهندسة اه كل لأي ساكده وماشر انه البيت كله ادبي منحظي وانه بابا ما كانش عايش في مصر وانا ما كنتش مولوده متربه في مصر فهو مش عايش معنا فانا دخلت المرياضة من وراه هو طول فترة سنوية عمه هو ما كانش يعرف ماما واخوتي البنات بس اللي كانوا يعرفون ان انا في علم الرياضة اه ولما تخرجت من سنوية عمه يا حبيبي الله رحمه هو طبعا كان يعني عايزك بقى علم علوم مش علم الرياضة مش عدب يا اسايا انتوا بيت عندكم كله ادبي انما امسكنا في مجموع العلم فاخش علوم يا بنتي فانت عملت دخلت الرياضة من وراه اه حطمت له احلامه على صخرة الواقع للاسف بعد سنوية عمه ودخلنا في مجادلة كده ودخلت يعني اتفقى ان انا هخش في نونطب بقية ثلاث اسابيع وقد كان دخلتها ثلاث اسابيع واول ما ريكب الطائرة وسيفر وجدتها بيسوف كيك اه هو اول ما دخلتها اول ما ريكب الطائرة وسيفر سحبت ملفي وروح تقدمتو فانسا طيب خلينا نسكب الحتة دي ونخش بقى في حتة العملي بقى دخلنا بقى بقى ميكانيكا طيارات احكينا التجربة دي واحكينا اكيد اتعرضتي للتنمر ده اساسي يعني ما بعدش يا جيمي ما تعدش يا جيمي بالزبط احكينا بقى التجربة دي بصي هو يؤسفني ان انا اقولك انه مش بس كنتنمر هو كان محاولة للاذى يعني انا كان فيه صناعية بتعلمي غلط اه اصلا يعني من كتر قصدين اه يعني من كتر ماء الموضوع يعني الحمد لله ها ربنا وفقني ان انا لما زلت التدريب السيفي انا لقد انزلت Мы اعمل И اعمل واصرف على نفسي وانزل التدريب مثفي من من اول اجازة الزي او تخصص وده إنجاز في حد ذات الحمد لله كانت فضل وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى طبعا فكان حظي الحلو وتوفيق من ربنا أننا دخلت في شركات أجانب لأن كان للأسف ثقافة المجتمع الشارعي في وقتها أنه لا أحنا مش هناخد بناتنا ندربها فدخلت في شركات فيها أجانب فكانوا مرحبين بالفكرة فلما استنعيها لقوا أن الموضوع أمر واقع فقالوا مش هنعرف نرفض هنفشلها ما كنت بيعلموني غلط ويددوا لك تركات غلط بقى لا لا ده هو القصة كلها من الأولها لأخرها غلط قالوا لأن أنا بذاكر بس وبدعبس وبدور وكده كان زماني في حتة تانية خالص بس يعني الحمد لله عرفتي تعتمدي على نفسك وعرفتي أن أنت مهما كان في صعوبات ومهما كان حد بيحاول يوقعك لأ أنا أعتمد على نفسي والكتب موجودة والمذاكرة موجودة واللي أنا عايزة هيحصل يعني هيحصل ده حقيقي بدأت تصلحي بقى وإحكي لنا بقى الفارت ده أنا مستنيها ابتدت بصابي مساعد في الحرفيين كنت بلم قطع الغيار اللي اتغيرت من على الأرض وأبتدي تعلم القطع الغيار دي إيه صابي مساعد ميكانيكي لا ثاني بس في الحرفيين الحرفيين بجد فابتدتها كده في الحرفيين في الأول لقيت طبعا في شوية مقاومات كده ضد طبعا تماما لأ زعيق طرد من الورش لحد ما طرد ازاي يعني؟ اللي هو هتتكلي على الله بقى يا بنتي أنتو هتتوجعوه لنا دماغنا طلعي بره يا بنتي الله يسهل عليك لهوك إني راح مش هتبليه لهوك إني راح مش هتبليه لهوك إني راح مش هتبليه أنا راح أتعلم على فكرة أنا راح أشتغل لحد ما كان ليا زميل في الجمعة بس هو كان أقدم مني بكذا دفعة كان مفتح مركز خدمة في الحرفيين فقال لي يلا مش عايز تعلميها يلا فروحت وقفت عنده قال لي بس هتخديها من تحت خالص عايز تعلميها تتعليه من تحت خالص قلت له يلا بينا ايدي على كتفك فابتدتها بصابي فني يعني بصابي مساعد يعني مش حتى مش قسطة لا مش قسطة لا اللي بيدي كتبها قد سنين يا خبر طب هي شغلنا صعبة بصي هي ما نقدرش ننكر إنها بتحتاج جزء من قوة أعصاب وقوة عضلية مينفعش ننكر حاجة زي دي هتتخلي تماما عن نعومة الأظافر زي ما بنقولها مفيش يعني اه اه انسي محتاجة تركيز عالي عشان في حاجات مينفعش نغلط فيها خالص عشان يئمة بمصيبة يئمة بفلوس الناس هتترمي في الأرض طي وخناقة الله أعلم اللي ممكن يحصل بالمفاتيح والله مخبت النصر عن الخناقة بس هي أمانة في أدينا فلازم نحلها صح يعني محتاجة قوة أعصاب فهي مهنة مش سهلة ده كده كده ولكن هو هي قصة قصة إرادة الزبط هو انت اختيار فبتتحملي نتائجه الأخيرة اختياره وانت عارفة انت رايحة فين وهتوصلي لإيه بس انجحتي الحمد لله إذا بينك بقى كلهم ستات ولا ستات ورجالة؟ في الأول ما كانش فيه ستات أصلا بتردى تشتغل معي آه لا هي بقى فكرة اللي هو دي ست؟ أنا أسلم عربيتي لست؟ آه لا في الأول لا وبعد وقت اسمي تعرف الحمد لله أو لا يعني بأت فينس بجيدي بل اسم